المعاون اللي قلنا لكم عليه في اليوم التالي لرحيل أو اليوم الأول لرحيل الكابتن حسام البدري التالي لمباراة مصر والجابون كما ذكرنا نصاً الكابتن ضياء السيد مدرباً عاماً للمنتخب ليعود من جديد لرحلة التدريب بعد آخر رحلة كانت مع سيراميكا كليوباترا استمرت لثماني مباريات ولكن ليعود للمنتخبات اللي هي المكان اللي هو نشأ فيه كمدير فني اسمه لمع فيه بنتكلم على منتخب الشباب بنتكلم على المنتخب الوطني نفسه كمدرب عام مع مستر باب برادلي كانت علاقة ناجحة جداً ومازالت متواصلة وده اللي مخلي الناس متفقلة بالكوكتيل ده بتاع ضياء السيد مع كيروش لأن احنا جربنا المصري مع الأمريكي ونجحت العلاقة أي نعم يعني ما وصلناش كاس العالم لكن نجحت العلاقة والعلاقة قوية وكان فيه تفاهم واضح دلوقتي نجرب بقى المصري مع البرتغالي فليه لأ لأن المصري كمان ضياء السيد الكلام عليه هنا قريب جداً من أغلب هذا الجيل لو هنتكلم على كابتن الفريق من حمد صلاح اللي وصفه قبل كده بالملهم صلاح وصف ضياء السيد بالملهم لو هنتكلم على أحمد حجازي لو هنتكلم على النني لو هنتكلم حتى على رمضان صبحي على لعبين مختلفين فالكل عارف اسم ضياء السيد جيداً والكل عارف قدرته على أنه يحتوي اللاعبين وأنه ينفذ أفكار المدير الفني في الفترة الحالية فهي أعتقد أنه يبدو اختياراً جيداً جداً اختيار الكابتن ضياء السيد عشان يجي من بعدين كابتن محمد شوقي اللي هو كان عضو في الجهاز المعاون لكابتن شوقي غريب طوال رحلة المنتخب الأولمبي حتى نهاية رحلتنا في الأولمبياد قبل شهر من الآن محمد شوقي كل من اقتربوا منه بيتكلموا على أنه مدير فني جيد جداً أو يعني مدرب له رؤية جيدة وأنه مدير فني هيكون في يوم الأيام جيد فهي كوكتيل برضو واضح أنه هو شيك في التعامل والكيميا مهمة جداً بالمناسبة في التعامل ما بين الأسماء المختلفة بما فيهم حراس المرمى مدرب حراس المرمى في المنتخب هو الكابتن عصام الحضري اللي ما كانش لي إلا رحلة تدريبية وحيدة بس بعد الاعتزال وهي رحلة تدريب سيراميك كليوباترا برفقة كابتن ضياء السيد نفسه اللي اختاره والتدريب سيراميك كليوباترا وهنا من المهم أن احنا نطرح التساؤلات ونطرح كمان بعض الإجابات إذا كانت متاحة وهي أنه يا جماعة عصام الحضري هو بيفتقد للخبرة تمسكوه منتخب مصر سؤال منطقي لكن يترد عليه بإيه يترد عليه بإنه طبعاً أسطرتك كلاعب أو كحارس مرمى مش معناها لا تساوي بالضرورة إنك أسطورة كمدرب حراس مرمى وإنك ختمت في الطب بعد 20-30 سنة كلاعب مش معناها إنك هتبدأ من حيث انتهيت كلاعب وإنت بتدرب لا أنت بتبدأ من الصفر إجابة دي الإجابة المنطقية لكن بتعمل إيه عشان تكون مدرب حراس مرمى ناجح كما كنت لعباً أسطورياً الإجابة الرخص حاصل عليها عصام الحضري الرحلة التدريبية وحيدة مع سيراميك كليوباترا أشاد بها أغلب ما انت عامل مع الكابتن عصام الحضري فيها بأنه بيهتم قوي بالشغل البدني بيهتم قوي باللي كان هو بيهتم بيك لاعب دي على فكرة سلاح ذو حدين يعني السلاح الأولاني الإيجابي هو إن انت عايز اللاعب يقعد ياكل في نفسه ما يضيعش دقيقة من التدريب ما يضيعش دقيقة من يومه في غير التدريب علشان يبقى زي عصام الحضري اللاعب أنا عصام الحضري نفسي بدربك لكن السلاح التاني إنه مش كل الناس عشان تبقى عصام الحضري اللاعب لازم تعمل زي اللي عمله عصام الحضري يعني مش كل اللي انت عملته ممكن يمشي مع كل الشخصيات فهنا دي نقطة اللي أكيد أنا معرفش لكن اللي أكيد اللي كابتن عصام الحضري بيكون مركز فيها في خطوات تطوره إنه مش شرط إن أنا عملته كلعيب أطلب اللعيبة اللي أنا بدربهم يكونوا بيعملوه لكن أوصل لهم العقلية بتاعت إن أنا عايزك تبقى ناجح إن أنا مرضاش بالخسارة إن أنا مرضاش يدخل فيها جوال إنها لو دخل فيها جوال أنا دخل فيها جوال كتير لما نغلطت كتير وتسببت في أهداف أبقى عارف إن أنا مش نهاية العالم وإن أنا السبب فهقوم عشان أفوق وده اللي مخلي عصام الحضري يلعب لحد سن 45 و 46 سنة ويبقى يدخل موسوعة جانس على مستوى الأرقام القياسية كأكثر أو أكبر لاعبين سناً في تاريخ كأس العالم الروح دي والعقلية دي مهمة جداً الفنيات أكيد دي هو أكثر من قدرة على تقييمها وإحنا نقيمها تدريجياً أكيد بتكون مفيدة جداً والحقيقة إنه مع سيراميك ريو باترا كان الاهتمام برضو بالفنيات أمر قد يكون أقل من البدني لكن هي رحلة مهمة بتزود في الرحلات القادمة ودي رحلة وليست كأي رحلة ولا سابقة ولا حتى قادمة أنت مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني فبالتوفيد الحضري والإشوئي والإضاء السيد ولرئيس الجهاز الفني مستر كارلوس كيروش البرتغالي ترجمة نانسي قنقر